موسيقى تدرس وزارة التربية الوطنية كل الاحتمالات فيما يخص رزنامة امتحانات نهاية السنة الدراسية حسب تطورات الوضع الصحي في البلاد بما فيها إمكانية إلغاء شهادة التعليم المتوسط وهذا يرجع للكثير من المطالب لمختلف الفاعلين في القطاع من ممثلين عن فدرالية أولياء التالميد ومختلف النقابات التي طالبت بإلغاء هذه الشهادة امتحان البيام خاصة بعد حوالي أربعة أشهر من الانقطاع عن التراصة بما يخص التالميد وفي كل المؤسسات التعليمية ملاحظة أن الكثير من الارتباك حول هذا القرار اليوم يدور وجدل واسع بين الفاعلين في قطاع التربية حول إلغاء هذه الشهادة ام الإبقاء عليها اليوم سنتحدث بكل التفاصيل مع الأساتداء الذين شرفون هنا في الوستوديو في موعدكم موعد الرابع الإخباري من قناة ميديا تيفي الذي يأتيكم على المباشر وفيها أسعد باستضافة الأستاذ مسعود بوديبا الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل المستخدمية ثلاثية الأطوار كنابةست أهلا بك أستاذ المستقيم أشكرك على تلبيطك الدعوة كما يحضر معنا لأستاذ بعلام عمورة الأمين العام لنقابة الوطنية المستقلة لعمل التربية والتكوين أستاذ فهلا بك أستاذي أشكرك على تلبيطك الدعوة شكرا وشكرا على الدعوة إذن كما قلت أستاذ مسعود بوديبة ارتباك كبير حول هذا القرار اليوم تقريبا الوزارة ترمي بالكرة في مرمى الحكومة وهو ما تقريبا يثير الكثير من التساؤلات عندما نتحدث عن هذه الشهادة خاصة أن الأطراف الفاعلة في المجال قالت أنه من الأمور المنطقية جدا أننا نلغي هذه الشهادة هو الإبقاء على هذه الشهادة تقريبا كيف تلقيتم أنتم هذا القرار قرار الإبقاء على هذه الشهادة مساء الخير لكم ولكل المشاهدين نحن نرى بأن الإبقاء على الشهادة من خلال الواقع الميداني من خلال ما انتجه هذا القرار في الواقع الميداني إذا كان هذا الوضع الصحي هو الذي أرغمنا جميعا على غرق المدارس إذا كان هذا الوباء كورونا فيروس هو الذي أرغمنا على انقطاع أو إبعاد التلميذ عن المؤسسات الطربوية أو الطلبة عن الجامعات إذا كان هذا الوباء هو الذي سبب لنا في الفصل في مسألة نهاية السنة واعتبرنا بأن السنة الدراسية 2019-2020 تنتهي بتاريخ هذا يدل على أن الوضعية التي نعيشها اليوم هي وضعية غير طبيعية وغير عادية وهي وضعية استثنائية ولذلك في القرارات التي يجب أن تتخذ في هذه المسألة هي قرارات استثنائية الصدمات التي تسببها أو جائحة الكورونا لكل العائلات الجزائرية لكلنا نعيش صدمات بسبب هذه الجائحة وكلنا اليوم نعيش تنائية حياة أو موت يعني من الصباح إلى في كل اللحظات وبالتالي في الصدمة الناتجة عن هذا الوضع ليست بالصدمة العادية هذا القرار الذي يبقى على شهد البيوام سبب بدوره صدمات إضافية لأبناءنا التلاميذ في البيدان وهذا ما نعيشه اليوم وكل الأولية والعديد من الأولياء حسب التقارير التي توصلنا أن أبنائهم الآن رهم يعاجوا على المستوى مختصين في علم النفس العلاجي وإلى آخره ولذلك فهذا يدل على أن القرار غير مضروس هذا الأمر الأول الأمر الثاني الشهاد التعليم المتوسط هي محطة قيمية مثل البكالوريا مثل الشهاد التعليم الابتدائي عندما نتكلم عن المحطات التقييمية محطة تقييمية مبنية على مسار ومبنية على عمليات تتم في ظروف في ظروف من الاستقرار وفي ظروف من الوضع النفسي بالنسبة لأبناء التلاميذ لأن الإنسان ببساطة سيمتحن سيمتحن وبالتالي لما نكلم عن التقييم في مسار دراسي في واتيرة مدرسية تتكون من فصلين أو ثلاثة فصول تنتهي بمحطة تقييمية في ظروف طبيعية عادية عندها نتكلم عن البيوام وشهاد تعليم الابتدائي وشهاد البكالوريا بأنها محطة تقييمية لتقييم التلميذ في السيرورة المعينة اليوم عندما يحدث انقطاع لمدة سبعة أشهر في وضع من أصعب الأوضاع أو من أصعب الأزمات مع فئة عمارية تعتبر هشة حساسة جدا وأنت أشرت قبل قليل بأن الأعطار التي تسببها الأزمات لهذه الفئة في الغالب دائما تعيش معها في مسار حياتها وبالتالي في غياب الإمكانات اللازمة لمعالجة مثل هذه الوضعيات إذن نظن بأن هذه المحطة تقييمية وإنما هذا القرار يصبح محطة عقابية أو محطة للتأسيس لصدمات لمستقبل مجهول ولذلك نظن بأن هذا القرار غير مدروس وإلى اليوم نحن لم نعرف إلى حد الساعة ما هو سبب تبني مجلس الوزراء لهذا القرار لأنه حسب ما هو عندنا الآن أن التقرير الذي وزارة التربية الوطنية المبنية على مقترح النقابات ونظن بالإجماع كل النقابات إجمعت على إلغاء شهادة تعليم المتوسط وشهادة تعليم الابتدائي من مسؤول عن تغيير هذا القرار على مستوى مجلس الوزراء ما هي المبررات التي أفرضت علينا هذا القرار هذا الأمر الذي يجب أستاذ سعود بديبا تقريبا أشرت إلى نقطة مهمة وهو ما يقود إلى سؤال يتعلق دائما عندما يكون جدل في مثل هذه القضايا أستاذ مورا البعض يقول أن هناك طرفين الطرف الأول يأتي بالحجة والثاني تقريبا يتخذ قرار ويأتي بالتبريرات إلى حد الساعة ما هي تبريرات القائمين على هذا الوضع والذين قرروا على إبقاء هذه الشهادة الطرف الأول نعلم كنا الحجج الذي قدمه هو المنطقية جدا ونقول أنه حتى وقع فيه استثناء أقلة ما نلاحظه من إجماع لمختلف الأطراف الفاعلة في مجال التربية لكن إلى حد الساعة أبقى على هذه الشهادة لم يُعطي تبريرات منطقية إلى حد الساعة شكرا جزيلا السلام عليكم السلام عليكم المتتبعي نوميديا تيفي هو حقيقة الشيء الذي قاله الزبيل أبو ديبا هو أن الناس الذين دروا هذا القرار لا يوجد دراسة وكذلك بقاء على البيام هذا التعليم متوسط غير مدروس ونعودوها لأن أهل الميدان كما قالها الزميلي كل الشركاء الاجتماعيين مما فيهم أولياء التلاميذ قلنا بأن لازم إلغاء شهادة البيام لماذا؟ لأن ليس لها أهمية في الماضي القريب كانت لا تحتسب هي شهادة من أجل شهادة وفقط لكن عندما لا نأخذ برأي أهل الميدان فنذهب إلى قرارات ارتجالية وهذا نتأسف له لأن عندما ينقطع التلميذ ليس تلميذ مراهق أقصى 11-14-15 سنة ينقطع عن دراسة لمدة 6 تشهر هذا غير ممكن أن نذهب إلى امتحان أو امتحان تلك المراهق عندما يتعلق الأمر بامتحان هذا التلميذ على امتحارة فقط للقرص نعم في الفصل الأول والفصل الثاني ونحن من الناس اللي قلنا بأن نعم حالة استثنائية لازم حلول استثنائية لكن ليست حلول رديئة ليست حلول غير معقولة غير مقبولة اليوم كما قال الزميلي رأهم أكثر من تلميذ الأولياء التي رأهم خلقينهم أولياء في حالة ارتباك كبير وانا في اتصال ويتصلوا بنا كيفا اليوم يوصلوا أولادهم حتى الشهر سبتمبر لأن نقول تلميذ كيكون في القسم مع الأستاذ مع المدير بكل التقم الإداري صعب له يعني ينتبه مالك من يكون في الدار يعني حر وما عندوش يعني التزامات إلى آخر لا تستطيع يعني بات يقعد على الطابلة ويخدم احنا قلنا يعني شهادة تعليم متوسط ليست يعني من صلاحية تعال نقابات إلى آخر لكن عندنا رأيه البيداغوجي والنفساني نعرف التلاميذ وكذلك نهضر على السنة الدراسية بيداغوجيا نقوله بأن التلميذ بعد القطع 6 شهر ما يقدرش يروح للإمتحان ما رأيه نشأ طباء نفساني لكن نقولها كبيداغوجيا ثاني احنا بيداغوجيا رغم أننا ليست من مهام تعنا ولا من صلاحية هذا شهادة تعليم المتوسط لكن احنا أساتي إذا كيقول الدخول المدرسي يكون في 4 أكتوب نقوله الدخول المدرسي في المتوسط والثانوي مستحيل أن يكون في 4 أكتوب لأن فيه بعض الأعمال يجب أن نقوم بها في الدخول المدرسي على سبيل المثال لماذا الشركاء الاجتماعي لم يكونوا ضد البقاء مع شهادة الباكالوريا ولكن رانا ضد البقاء على شهادة الباكالوريا لأن الباكالوريا التلميذ يروح مباشرة جميعا فيه مراسبين يكونوا هذا هو الامتحان لكن نسبة قليلة ويديروا الطعون يعني يعودوا سنة لكن بنسبة لشهادة تعليم المتوسط سيكون فيه مدة لتجميع هذه الأوراق ثم تسحيها ثم القيام والتنظيم مجالس الأقسام هذه كأي عواقب ونقوله أستاذ عمورة تقريبا هذه قراءة نوعا ما أو إسقاط لهذا القرار على الواقع واقع كتاب التربية ما قدمته الآن لكن ما هي المبررات اليوم لأصحاب القرار فيما يتعلق بالإبقاء على هذه الشهادة أستاذ عمورة فيما يتعلق بالمطالب التي كانت لديها سبغة منطقية جدا وقدمت كثير من الأدلة والإثباتات على أن هذه الشهادة من المستحسن إلغاؤها أكثر من أن نبقي عليها وللكثير من النقاط التي تحدث عليها الأستاذ مسعود بوديبا وأيضا ما قدمته أنت في مقدمة كلامك إلى حد الساعة ننتظر هذه التبريرات عندما نلغي شيئا أو نقرر بإبقائه لابد أن نقدم تبريرات أيضا منطقية جدا ثم يتمكن لنا نحن من يتابع هذه القضايا بوضعها في ميزان ونرى من هي الجهة ومن هي الجهة التي أخطأت وهنا تقريبا الغموض لا يزال حول هذا القرار قرار الإبقاء على شهادة التعليم المتوسط شكرا نقولها ونعودها أو المدخلات بأن لازم يقدم يعطى الرأي لأهله واليوم المبرر والخلفية هو الحجة هو أن كين مترشحين أحرار تقريبا 37 آلف لازم لهم هذه الشهادة من أجل في بعض الأحيان الترقية إلى آخره نمتح لهم وحدهم مستدرون اليوم هذا اللي قلت للوزير والأمين العام في اجتماع المصغر قلت لهم هذه الناس نقدرون ندرهم امتحان لهم خاص بهم لكن نجعلهم متمدرسين وحدهم ما يروحوش للامتحان لأن لا يستحقوا ما يستحقوا هذه الشهادة براهي في دراسة اليوم كان اقتراح من وزارة التربية هو البقاء على شهادة البيئام اللي عنده المعدل في شهادة البيئام هو ناجح اللي ما عنده المعدل في شهادة البيئام يحتسبوله المعدل الفصلين الفصل الأول والثاني وإذا كان عنده تسعة فما فوق فهو ناجح معناه يقول لديهم فرصتين وعندما قرأت بين الأسطر أو بين الكلام اللي قالوا معناه يستطيع أن التلميذ الذي عنده معدل الآن في الفصلين يقدر لا يروح يجوز الباب هذا هو يعني التعديل في هذا الامتحاد اللي اليوم اقترح عليه اللي علينا اقترحت عليه الوزارة التربية معناه كنا وما زالنا نعودها لأن هي قرارات ارتجالية وغير مدروسة وفيه التسرح وهذا تقريبا أستاذ سعود بوديبة ما يثير الكثير أيضا من التساؤلات فيما يتعلق بالعمل الحكومي عندما نتكلم على مجلس وزارة نتكلم أيضا على حضور وزير التربية والتعليم وهو المشرف الأول على القطاع تقريبا تقريبا ما الذي يجعل مثلا أنه كل الفاعلين متفقين على نقطة معينة المطالب كانت قدمت لوزارة التربية ووزارة تربية درست هذه المطالب وقدمتها في مجلس الوزارة ولكن وكأنه نلاحظ أنه من يشرفون على هذا القطاع وللأسف لا يدافعون هذا القطاع بالمطلوب منهم أصلا هو لما يكون ملف يخص مثلا القطاع التربية الوطنية هذا الملف يناقش على مستوى الفاعلين اللي عندهم علاقة بهذا الملف المباشر إضافة إلى أنه عندما يرتبط بأن هذا الملف سيناقش على هيئة أعلى مستوى يجب أن الطرف الذي يكون حاضر في هذه الجلسة سواء وزير التربية الوطنية أو طرف مكلف بذلك يجب أن يكون ملم بهذا الملف ملم بمعنى يجب أن يكون الهيئات المعنية على مستوى الوزارة أو المستشارين الموجودين على مستوى الوزارة يجب أن يقدموا التقرير الدقيق وتوقع الأسئلة التي يمكن أن تكون على مستوى مجلس الوزارة وبالتالي إذا كان هناك فاصلة معينة ممكن لا ينتبه لها هم يجب أن ينتبه لها مسألة الأحرار هي مسألة المطالب أنه يجب أن يقدمها بالتدقيق كان لدينا مديرية التعليم الأساسي مرتبطة بهذا الأمر وكان ديوان الوطني لانتحانة المسابقات يجب أن يعطي التفصيل اللازم نحن اليوم لدينا 23 ألف 23 ألف بالنسبة للأحرار في التعليم المتوسط وعندنا 646 ألف تلميذ نظامي بمعنى لو نقارنوا النسبة بناتهم هي نسبة تقريب ما توصلش 3.% 3.% ترهن قرار ليتعلق بـ 642% هل ترى أستاذ أن وزارة التكوين المهني التي لديها علاقة مباشرة بهذه الأحرار وهي من طالبت بها لبقاء على هذه الشهادة نظرا لحاجات هذه الفئة هناك مغالطة في المسألة لما نقول بأن شهادة البيئة هي شهادة توظيف هنا المغالطة الكبرى هنا وكأننا نريد أن نمرر أمرا على أمرا غير صحيح أو غير مؤسس لأن شهادة تعليم المتوسط الآن هي شهادة انتقال وليس شهادة توظيف طلب المعنيين في التكوين المهني لما شاركوا في المسابقة في الإعلان الموجود في المسابقة شروط المسابقة إما الرابعة متوسط أو تلتبتي متوسط أو تسنة ولا تنوية لكن ولا مرة يقولوا لأن شهادة التعليم لما يجتاز شهادة تعليم المتوسط ينتقل إلى التعليم عن بعد أو التعليم عن طريق المراسلة في التنوي فعلا بالنسبة للأحرار لا يوجد مرجع يعتمدون في الانتقال لكن هؤلاء قدروا أن نظم لهم امتحان عددهم قليل على مستوى الولايات مركز واحد يكفي في الشروط الصحية المطلوبة نظم لهم امتحان خاص وعلى أنهم من ناحية العمر فئة عمالية كبار ثانيا ضغط الأمتحان ليس كبير عليهم لأنه ليس كذلك النظامي اللي هو الأمتحان يراه حياته وبالتالي نظرته للأمتحان تختلف على نظرة الأمتحان اللي ممكن يعمل في مؤسسة أو يدرس في التكوين المهني وعنده مستقبل في التكوين المهني وبالتالي الشهادة هي ما عندهاش ضغط حتى لما جابها شهادة العام يقول كل عام اللي جاي نجيبها لكن بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين النظاميين كين ضغط كبير ضغط أولا من خلال المسار الدراسي وضغط لما الآن يجتاز الأمتحان إذن نظن بأن المسألة هي أكبر من أنه ينجح الإشكالية موش في النجاح الإشكالية في أن هذا الطفل هو مواطن الغد نحن نريد أن المواطن الغد يكون بمواصفات وتوازنات لمجتمعين متوازن غدا إذن هذا الطفل الآن أو هذا التلميذ الآن يرح بالصدمات وبالأزمات ويعيش بها لمراحل معناها نحن نؤسس لمواطن الغد بسلوكات وبممارسات غير متحكم فيها إذن كيف نعالج الأساس في التلميذ هو مسألة النفسية الدهنية المعنوية التي يواجه بها السنة الدراسية المقبلة وهذا أصعب شيء استدراك النقائس الموجودة عنده أو معالجة النقائس الموجودة عنده سهل لكي نعالجها لما يكون نوضع أرضية مدروسة لكي نعالجها لكن المسائل النفسية والمسائل الدهنية لما يكون فيها عجز يصعب معالجتها إلا إذا ممكن كان هناك التلميذ هذا أحطناه برعاية كبيرة لكن إذا كان ما نتبهنش للأمر إذا كان والديه رامي عش هذه الأزمة كيف يعالج أبناء هذه الأزمة ولذلك قلنا ضروري الآن على وزارة التربية الوطنية مستعجل جدا تفتح نقاش في هذه المسألة في أقرب وقت ممكن اتخاذ القرار المناسب لمعالجة هذه الوضعية وحتى أولادنا ما يروحوش ضحية لمثل هكذا قرارات التي سبت صدمات صدمت للتلاميذ وصدمت للأولياء وبالتالي للعائلات الجزائرية أستاذ مورا النقطة التي هو الأستاذ بوديبة عندما تحدثت بكل هذه الحجج وتقييم الوضع تقريبا يزيد الأمر غموض عن هذا القرار والمبررات وهو ما تقريبا نتمنى أنه يكون لدينا ضيف من وزارة تربية وتعليم حتى تقريبا ممكن أن يمنحونا المبررات التي من خلالها تم اتخاذ هذا القرار أيضا من مجلسيها الوزراء لكن تبقى مثلا تدخل ممكن رئيس الجمهورية حتى يكون فيه إلغاء لهذه الشهادة وما تتمنى كل الأطراف الفاعلة في مجال التربية أستاذ عمورا النقطة التي أيضا تزيد نوعا ما من الغموض في هذا الجانب هو أن احتساب الانتقال في شهادة التعليم المتوسط الطرق احتسابها وكما قلنا سابقا أنها تعتبط شهادة شرفية وممكن أننا تقريبا نتغذى عنها ونمر إلى نظام الانتقال هل ترى أنه هذا ما تقريبا يسهل الأمر أمام من يشرف على اتخاذ القرار في هذا المجال وفوجئنا إلى حد الساعة بالعكس شكرا أنا أقول لك قرارات في الجزائر ككل وعندنا أقدمية كبيرة في هذا القطاع عندما يأخذ قرار يأخذ من أجل تلبية رغبة بعض الناس فئة معينة في كل القطاعات وفي كل الملفات وعندنا أمثلة وأدلة كثيرة أنا شكت شوية هما بقوا على شهادة التعليم المتوسط بل لك هما فكر يقول لك من أجل مصداقية المدرسة والمنظومة التربوية الجزائرية لكن فيه تناقض كبير ومصداقية في الضرف استثنائي أستاذ أنا فيه تناقض لماذا لأن مجلس الحكومة ليصر على إبقاء وتعند ضد كل الشركاء الاجتماعي وكل أولياء بإبقاء شهادة التعليم المتوسط وفي آن هذا هذا بعين قد كنت مستقية المدرسة لكن في آن واحد يقبل الانتقال بمعدل تسعة من عشرين أو بأربعة ونص على عشرة في هذا ضرب المستقية كذلك المدرسة الجزائرية لأن هذا سوف يبقى في التاريخ وهو أخطر عندما تكلم عن المستويات نعم هو أخطر لو بقوا على المعدل من عشرة وكين حق التلميذ ليون هدرو عليه في إجحاب في حق التلميذ وهو الاستدراك هذا عندهم الحق تلميذ استدراك في سبتم والاستدراك يكون أقل من شهادة تعليم المتوسط لأن استدراك التلميذ سيجوز الامتحانات في المواد التي لا يوجد المعدل يصبح ونحن يجي في السنة الأولى الثانوية مثلا يجي لك ثلاثة تلميذ ربعة لما عندهم المعدل هذا ما كان معناه ما مرناش نلمه بزاف من الناس عدد كبير عدد كبير من الناس لكن أنا قلت لك دايما خلفية في أخذ قرار لازم سبحوني كلام هذا الشيطان يعني يقدر يكون معهم ويشوفوا على الإبقاء على هذا القرار الذي مرفوض بيداغوجيا نفسيا وبالعاطفة فيه نقطة أخرى تتعلق أيضا بالجهود التي ستبدل أصلا في شهادة الباكالوريا نعرف كنا لا تحتاج من اللوجستية أستاذ أبوديما ما تحتاجه وحتى تقريبا القرار الذي كان أمس والتوصيات التي كانت على لسان وزير التربية والتعليم عندما قال أنه ستكون دورو في سيثنائية لابد من تشديد الرقابة الحديث عن كاميرات الرقابة الحديث عن تقريبا وكأنه يتكلم على كوموندوس خاص بهذه الشهادة حالة حرب نعم حالة حرب في شهادة الباكالوريا وهذا يرجع للإستيريا التي رافقت التسريبات التي سبقت في السنوات خاصة قضية 2016 أستاذ بوديبا هذا ما يجعل الأمر أكثر منطقيا عندما نتكلم على إلغاء هذه الشهادة والتفرغ إلى شهادة الباكالوريا التي تحتاج أيضا إمكانيات كبيرة وهنا حتى الطور الثانوي تكون فيها أيضا أريحية لتلاميذ وتقريبا كأنه نصيب عصفورين بحجر وحف شوف نحن لو كان عندنا مرجع للانتقال كنا قادرين نعتمده بالنسبة للتيرمينال مام للتيرمينال نقوله ما يجوزوش الباكالوريا وقلنا بأن هذا الأمر شرحنا لما هي أسبابه لكن نحن عملنا منذ مارس كنا نعمله في تصريحاتنا وفي توجيهاتنا نحضره في هذا التلميذ اللي هو نوع ما متقدم في السن المرتبط بالباكالوريا نحضره فيه بأنه ما عندناش خيار لازم يجتاز الامتحان وبالتالي نفسيا كان يجوز جد في نفسه للامتحان واشنه وشي اللي شجحهم قلنا لهم بأن الامتحان سيكون على التلاتي الأول والتلاتي الثاني وبالتالي بحكم التحضير في الباكالوريا يكون مستمر إذن وجدوا نفسهم وأنهم محضرين وبالتالي هذه فرصة لهم باش يحضروا تحضير جيد إذن ربحناهم نوعا ما حتى الوقت الوقت الى غاية اعتباطيا أو بقرارات شعبوية وإنما قرارات لجان خبراء مختصين في علم النفس ومختصين في المسائل البداغوجية النفسية سارعوا بالقرار لأن المسألة النفسية هي جزء من الحفاظ على صحة لأن هذا الدول أيضا لديها مراصد خاصة طبعا لديها مراصد ومجالس عليا طبعا لأن العمل النفسي هو العمل المنائي يعني الذي يدعم للجهاز المناعي وبالتالي أساس حماية صحية بالنسبة للأبناء والأطفال هو العمل النفسي إذن سارعوا لتقوية هذا الجانب والرفع من المعنويات وأزحوا الضغوطات ولذلك نحن قلنا مدام في الجزائر نحن عنا حتمية لإجراء شهات البكالوريا يجب أن نتفرغ كلية لإجراء هذا الامتحان ما نتفرغ كلية بشريا وماديا أولا من النحية المادية لازم نوفره كل الإمكانات التي تتوافق والتضابير أو الاحترازات الوقائية التي تتوافق مع الشروط الصحية باش نوفره هذه الأمور معناها مسألة التباعد مسألة التعقيم مسألة أنها لا تكون تجمعات في المؤسسة وهذه ستكون صعبة نشفنا مثلا أنه عودة النشاط التجاري في المرحلة الثانية للخروج التدريجي من الحجر الصحية وبالتالي الأجهزة باش ننقص الحارة تعالى التلاميذ إذن هذا الأمور لما نخصه فقط البكالوريا يعني ماديا يعني كما نقول إحنا اللي ممكن نصرفه في مجال أخرى نجيبوه للبكالوريا الأساتذة للأطوار التالت كلها تكون مجندة للبكالوريا معناها يعني يكون هناك وبالتالي نقدر نجري للبكالوريا نوعا ما نوفره جو آمن جو صحي آمن بالنسبة لأبنان التلاميذ والإفراد الجامعة التربوية لكن اليوم لما تكون تداخلات البيوام من جهة ونحن نعرف التحذيرات للإمتحان ليست بالسهلة لما نحضر إمتحان فيها جهد كبير وفيها عامل كبير كأن مراكز التجميع مراكز الإجراء مراكز التصحيح كلها تطلب يعني تحذيرات كبيرة بشريا وماديا ولهذا نحن نظن حتى الظرف المالي الذي تمر به البلاد يدعو إلى أننا نذهب إلى الإبقاء فقط على شهادة الباكالوريا حتى نوفر الإمكانية المادية الخاصة بظرف كما قلت إجراء هذه امتحانات في ظرف آمن حتى في شهادة الباكالوريا سيد عمورة هذه النقطة المتعلقة بالإبقاء والشريحة أصلا التي تقوم بالامتحان في هذا تقوم الامتحان بهذا الطور لا تحتاج العناية كما تحتاج هو فئات الشهادة المتوسط وهذا ما يدعو تقريبا للتساؤل اليوم مع كل هذه الحجاج مع كل هذه التبريرات التي قدمت إلى حد الساعة كما قلنا الإلغاء على شهادة البيام لا يزال تقريبا القرار في ارتباك كبير وهذا الأمر يعطي دلالات وإشارات على أن حتى شهادة الباكالوريا والكل يجمع أن هذا الفيروس وهذه الجائحة حتى الخبراء المختصين في المجال رغم يتعلموا وقالوها تقريبا بهذه الكلمة فما بالك ممن يتخذ القرارات في قطاعات أخرى لديها علاقة مباشرة أصلا بالمجال الصحي شكرا لماذا قلت لك أن هذه القرارات ارتجالية غير مدروسة إلى آخر لكن برم برم بحجج بيداغوجيا إلى آخر نزيد لك حجة واحدة أخرى في الدخول المدرسي لأن يقولوا سوف نقدم دروس أو مراجعة لهذا التلاميذ المقبلين على الامتحانات البيام والباك مثلا نظر على الباب عندما يدخل التلاميذ في سبتمبر للمراجعة سوف يجد أساتذة جدد لأن في الوقت الحالي سيحركة التنقلية للأساتذة في سبتمبر أو في 23 أود سوف يعخذ القرار تعو ويروح لمؤسسة وحدة أخرى لأن تلاميذ سنة رابعة للتلمين الذي كان يدرس مع أستاذ تعو قد يكون انتقل إلى المؤسسة وحدة يكون فيه كما قلنا نزيد له أكثر في الضغط وفي المرضى النفساني كما يقول لأن التلميذ مراهق لا يجد الأستاذ تعو يصبح فيه ارتباك هذا مبروح أخر كنا على كما قلت أنا في التقشف وهذا الامتحان الذي لا يدرس أي أهمية نزيد لنصرف عليها التراهيم غير مقبول كذلك في الوقت كان يقول التقشف وكذلك سوف يكون تعب كبير للأساتذة الحراس والمصححين كي يدخلوا في 4 أكتوبر يكونوا تعبانين وكيف يبدأ سنة دراسية وهو تعبان معنا تقريبا كل الأمور اجتمعت على إلغاء هذه الشهادة سواء كان الأمر بيداغوجيا ماديا نفسيا صحيا كي نوحد للأمر أنتم تذكروا لما رئيس الجمهورية عقد ندوة صحفية وأشار بأن شهادة تعليم الابتدائي وشهادة تعليم المتوسط ليس بالمشكلة لكن البكالورية ما نقدره هذا الأمر من ناحية حر تلاميذ التعليم المتوسط حتى تقريبا كنا ننتظر أنه يكون قرار مرافق مباشرة بعد هذه ندوة وبالتالي تحروا وفجأة صدموا والإنسان لما يكون في وضعية نفسية هشعة راهو دجاء يعيش صدمة تصور صدمة لما تجيه بعد الصدمة يكون الانهيار لهذا السبب نحن لما يتكلموا معنا بعض الأولياء أن الآن راهوهم في حصص علاجية بالنسبة لأبنائهم بعض الأولياء قال لي أنا بنتي ما تجوش بالبيوام قال لي وتعاود السنة الدراسية قال لي نحافظ عليها صحيا على أنها تروح تجوز الامتحاد أولياء عنده كين تلميذة والديها صدفة لقينا عندها 19 ونصف قالوا لي ما قادرش تقرأ خلاص لأنها كان عندها طموح أنها تجيب البيوام ب19 و18 والآن ما قادرش تقرأ صدفة إذن هذه الأمور يجب أن توضع في الحسبان لما تتخذ مثل هكذا قرارات نحن الآن بالنسبة للأساتذة في الدخول المدرسي 2020 2021 نعرف بأن أصعب دخول وأصعب سنة دراسية هي سنة دراسية 2020 2021 لأنها ستجي في ظروف غير طبيعية وبطلاق وبطراكمات نحن ما هو دور الأساتذة في هذه السنة دورهم أولا كيف نحضر التلاميذ بصفة عامة أنهم يندمجوا مع الجو الجديد للمدرسة ما هو سهل أن التلاميذ تجيبوا للقسم وتجيبوا في أجواء تعلاميذ بحده وهو الآن رأيه مخلوع يقولك ممكن زميل يرأيه يسعى البرك زميل كيف يتعامل مع هذا إذن تحضير التلاميذ للأندماج في الأجواء الجديدة للدراسة هذا عمل جبا أستاذ بوديبا هل لدينا الإمكانيات لكل المدارس عبر كل تراب الوطني فيما يتعلق بهذا الجانب الصحي هذا الأمر الأول الأمر الثاني عندنا فصل ثالث مدرسة تلاميذ نحن باش نحضر نفسنا لاستدراك ومعالجة النقائص الموجودة هذا الأمر كذلك هو عمل جبار سيقوم به وبالتالي تصور معايا أن هذا العمل الجبار سيتم على تلاميذ بنفسية منهارة جسدي وعقلي يعني فكري ونفسي ومعنويا كيف ما هي الأبسط الأهداف لمسطرة لا نستطيع نحقها مثل هذه الظروف لأننا لنحقوا الأهداف دائما نتعودنا في الظروف العادية وكلنا ندرسنا ونحن أساتذة أن التلميذ دائما بالمنطلقات الأولى تعود إذا لم يكن المنطلقات الأولى قوية يعني المسار نتعبوا معه ولذلك كنا دائما نحضرهم في اللقاءات الأولى واللقاء الأول كنا نعطي له أهمية كبيرة لأن التلميذ خصوصا التلميذ بين طور وطور آخر إذن الآن السنة الدراسية لازم تكون بمنطلق قوي جدا لازم يكون مميز السنة الدخول المدرسي لذلك نحن انتقدنا 4 أكتوبر قلنا بأن 4 أكتوبر في عز تداخل العمليات العمليات التي تتم أثناء الانتحانة لازم تكون بلاياتهم تهوية لازم تكون تهوية بشتم بظروف يعني في ظروف يعني ما تكونش فيها أخطاء ما تكونش فيها تسرع ما تكونش فيها سعادة تلميذ يمتحن قبل عطلة الصيف يكون عنده أرياحية قبل الدخول للسنة الدراسية وهذا الأمر اللي مرحش يكون لازم يكون فاصل بين هذه العمليات والدخول المدرسي ولازم الدخول المدرسي خصوصا هذه السنة لازم يكون الحضور لجميع أفراد الجامعات التربوية بش نعطيه صورة لدخول جديد لسنة دراسية صعبة لسنة دراسية غير طبيعية إذن لما يكون الدخول نعطيه له هالة إعلامية نعطيه له مكانة بش نعطيه كدافع بالنسبة لسنة دراسية أستاذ عمورة فيه نقطة أردت أن أثيرها وهذا يرجع أيضا للوقت في هذا الحصة لابد أن ترقل تقريبا وكأن المشاكل تأتي تباعا أيضا في هذا القطاع ليس فقط تأثير هذه الجائحة ولكن فيه بعض الأمور الأخرى سئلنا في الكثير من المرات حول قضية المدارس الخاصة وهذه المشاكل التي اليوم أصبحت بين الأولياء وأصحاب هذه المدارس نتحدث عن تقريبا دفع مسبق لسنة دراسية عدم أصلا مراعاة هذا الظرف الصحي والظرف الاقتصادي أيضا الذي تمر فيه البلاد لا يوجد تعويض المشاكل أصبحت كثيرة في هذا المجال ويبدو أن سلطان الدولة هو الغائب الأكبر لأن من يمنح الاعتمادات هذه المدارسية الحكومة وببساطة لابد أنها تتخذ قرارات لحد الساعة المشكل يزيد دائما وتزيد هذه تقريبا الأمور المشحونة ما بين الأولياء وأصحاب هؤلاء المدارس الخاصة شكرا نحن من الناس والنقابات لندفعوا من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للأسف هنا تأشفل على خلق هذه المدارس الخاصة ودفتر شروط غير ملائمة لأن شفنا هذه المدارس غير الإسم نقول مدارس راه عمارات مغلقة بدون ساحة وأنا شفت مدرسة غير هنا في العاصمة ما نروح يعني بعيد وين شفت الساحة كانت في السطح في طابق الرابع يعني كان فيه صور صغير هكذا بيترا ولا يعني بشوف الخطورة كنت تخلي تلميذ طفل صغير من 18 صباح حتى الـ 15 عشية مغلقة علي نفس نترو على نفس نستدعم المستويات بالمقارنة من المدرسة العمومية عندما يذهب الإنسان المدرسة خاصة تقريبا يذهب يبتغي مستوى أعلى من ما هو موجود في العمومية لحد الساعة نرى هذا المستوى العالي بالمقارنة ونعرف الناس الذين درسوا هم متقاعدين اللي رأهم خلاص يعني تعبانين ورأهم مستخلفين كين أساتذة جامعيين وهما مستخلفين يندرسوا الساعة ويخلصوا بالساعة إلى آخر لأن تكلمت عن الناس الراتب لا يخلصوا مسبقا لكن إذا كان أساتذة قدموا الدروس نعم عندهم الحق في الأجر لكن إذا لم يقدموا الدروس عامل معين فليس لديهم حق في الراتب لكن طلبوا كما قلت السلطات العليا في إعادة نظر في دفعات الشروط وفي كذلك طريقة اعتماد هذه المدارس تتكلم عن دفعات الشروط لكل يوم المشكل الموجود والقائمة بين الأولياء وأصحاب المدارس الخاصة خاصة فيما يتعلق بالدفع المسبق لسنة الدراسية عدم دهاب إلى تعويض هذه الفترة لم يدرس فيها التلميذ وفيه مشكل الأولياء أرى أن نشوفهم ويشتكي يوميا المشكل لأن نهتر على دفتر الشروط لأن لازم يظهر هذا في نظام داخلي تعهوم لكن رأي فوضى ونتحمل المسؤولية تعهوم داخل الأولياء يروحوا يسلكوا دراهم في عام ولا في كل فاصل وما عندهم بل لا أثر لشيء آخر نطلب بيعات نظر لكل لا تتكرر هذه الأشياء في السنوات المقبلة لأن المدارس الخاصة تعمل خارج القانون وبدون رقابة لو كانت رقابة لو كانت نظام داخلي إلى آخره ما وصلنا لهذه المشاكل وهذا الأمر الذي أنا قلت لك ثاني نزيد على عواقم لا سمحت البام والأستاذ بدي براهنة واشفوا عليها على اكتظاظ أقسام السنة الأولى الثانوية في الدخول المدرسي المقبل نزيد على لازم يكون دماراج مليح يبدأ أساتي تم يقتش تحكم 4 أكتوبر ومقرر دراسي كيف يتحكم أستاذ في قسم يكون فيه 50-60 تلميات وكيف نطلب منه المردود والأستاذ هذا قام بحراسة وتصحيح الباب أو حراسة وتصحيح الباك وتجيب له 50-60 تلميات تقريبا أيضا نعرف موقفك من هذا المشكل أستاذ عزيزي ولكن قبل هذا وكما يظهر أسفل شاشة مشاهدين الكرام إذن حصيلة انتشار فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة حيث سجلت الجزائر 140 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11.771 حالة فيما يتعلق بالوفيات ومن هنا نترحم وعلى من وفاتهم المنية جراء هذا الفيروس سجلنا 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 845 حالة وفات بما يتعلق الأمر أيضا بالحالات التي تماثلت للشفاء سجلنا خلال 24 ساعة أخيرة 128 حالة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8451 حالة الشفاء هذه الحصيلة بعد تقريبا عودة النشاط نراحل نوعا ما ارتفاع في عدد الإصابة هو ما يدعو إلى اتخاذ قرارات تكون تتماشى مع هذا الظرف الصحي الذي قلت أن دول كبرى أخطأت عندما فتحت ثم عادت وتقريبا أغلقت الكثير من النشاطات ونحن نتحدث اليوم عن شهادة التعليم المتوسط وأيضا شهادة الباكالوريا التي ستجرى في شهر سبتمبر ولا نعلم حتى الآن الظرف ليكون في شهر سبتمبر أصلا أستاذ سعود نحن في التقرير الذي قدمناه في 28 أذريل أشرنا إلى يجب أن نفكر بأن الوباء سنعيش معه ممكن لعدة سنوات حتى الخبراء لم يتصلوا في هذا الأمر إلى حد الساعة لا يجب أن نعطي تصور وكأن الوباء سينتهي في جواب وهذا هو الشيء التصور الذي أعطاه للناس كانوا يعتقدون أن الوباء فيما يخلص ولذلك القرارات لما كانت تصدر لا يمكن أن تصدر بهذا التصور لأنه الذي يعتقد أن الوباء ينتهي في جواب ينسير يقول نجوز الامتحانات وعادي ونرجع للأقسام في جواب عادي لكن لديه تصور بأن الوباء في سبتمبر سيكون الوباء موجود هنا القرارات التي تضبط تتكون بناء على هذا التصور يحتاج أن دراستي شرافية في هذا الأمر لا أنا أحب أنتكلم على الدروس الخصوصية في المدارس الخاصة لا ننسو واحد المرجع مهم في الجزائر وهو حق الطفل في الجزائر لكل طفل في الجزائر له منصب مداغوجي حق دستوري هي حق دستوري والمدرسة العمومية هي من بين التواب الجزائر كمكسب جزائر هي بمبدأ من مبادئ بيان أول نوفامر الدولة المجتمعية يتجسد هذا خلال من جانية التعليم ومن جانية الصحة إلى آخر وبالتالي نحن في تصورنا مع دعم المدرسات العمومية لأنها هي الفضاء الذي يحق لنا ما يسمى بمبدأ تكافؤ الفرص هي من تغفر أكثر عدد من المقاعد ويجب أن نقوي هذا الفضاء أتذكر جيدا أنا كنت حاضر في ورشة من ورشات التي كانت تعد للقانون التوجيه 0408 في سنة 2008 وكنا نحن كنقابيين أين ذاك كنا ضد الانفتاح على المدارس الخاصة لما فردوها بأنها تدخل في إطار القوانين كبيرة إلى آخر في إطار العولة وفي إطار كنا نشطرت لما جابوا الوثيقة الأخيرة للمناقشة قلنا بأن يجب أن المدرسة العمومية نعطي لها المكانة القوية بحيث أتذكر في مسألة الانتقال من المدرسة العمومية إلى المدرسة الخاصة قلنا بأن من ينتقل من المدرسة العمومية إلى المدرسة الخاصة موش بالسهولة يعود يرجع إلى المدرسة العمومية معناها لكن اليوم هناك أحكام قانونية موجودة في القانون التوجيه لكن المسائل التنظيمية التي تربط العلاقة بين جميع الأطراف سواء أولياء مدرسة خاصة أساتدة مدرسة خاصة. الترميد مع المدرسة الخاصة. الوزارة مع المدرسة الخاصة. القطاعات الأخرى. نفهم أن نقولك سيد بسعود بوديبة. أن هذه المدرسة جاءت في ضرف تقريبا غير مدروس. كان فيه تسرع في الذهاب لهذه المدرسة الخاصة. ومن المنطقي جدا هذا المشكلة التي وقعنا فيه اليوم. الآن التغارات القانونية الموجودة. وعدم سد التغارات هي التي وصلتنا لهذه المشاكل وأكثر. لأنه لو كانت المسائل التنظيمية واضحة. لو القوانين مضبوطة. لو الاتفاقيات تكون مضبوطة. لأن الأستاذ يعمل في مدرسة خاصة. لازم يعمل في إطار قوانين الجمهورية الجزائرية. عنده حقوق محفوظة. وبالتالي اليوم ما نوقع في هذه المشكلة. الولي الذي اختار المدرسة الخاصة. كذلك اختارها مدام عنده الإمكانات يدرس. كذلك ولده هذا. أنا اللي يهمني ولده. لديه حقوق يجب أن تكون محفوظة في هذه المدرسة الخاصة. وبالتالي الطفل هذا الذي هو غادم سيكون مع ابن فلان ويكون عضو في المجتمع. لا يجب أن ندرسه هنا في بيئة مغلقة مثل أشار الزميل. من حقه أنه يدرس في مدرسة بالمعايير البداغوجية المطلوبة. لازم تكون مدرسة. تكون آيري. تكون عندها السحة تحت. وبالتالي هذا الطفل هذا غادم هو مواطن الغد. لازم يكون متوازن. وما لازم يكون يعيش في ظروف وضغوط معينة. أستاذ سعد بوديبا. نتمنى أنه كل هذه المبررات وكل هذه الحجج اليوم التي قدمتموها أنتم. ونظن أنه كل الشركاء تقريبا يجمعون على هذا. لأننا نتمنى أنه يكون فيه قرار حتى نريح نفسيا هذا التلاميذ المقبلين على مثل هذه الشهادات. تقريبا وقت الحصة انتهى. شكرا. أنا معلومة. أنا دانعو على بلو زمي مدبسة نقابات تعتكدت التربية. لأننا موافقين با نديروا اجتماع مع جمعية تولياء التلاميذ. والنقابات واحدة اللي يحبوا يشاركونا. لعندهم نفس النظرة. بنسبة لمطالب رئيس الجمهورية بإلغاء هذا. هذا ما نتمنى أستاذ بعلم عمورة. وأنت لأمين العام لنقابة الوطنية المستقلة لعمل التربية. تكون أهلا بك. وشكرك على كل ما قدمته معنا في هذه